هلو جريد 5 ستودنس معيكم بسرد ومحمد هنكمل مع بعض يونت 7 بعنوان وعايز ابدأ كده واسألكم عملنا الهومورك مبارح او زكيرنا مبارح ممكن حد يقول لي نهاردة هنتكلم مع بعض عن واللانجوج فوكس واللانجوج فوكس بتاعنا النهاردة منقسم لكذا بز اول جزء عندنا هو telling where things are اوصف او اقول الحاجة دي موجودة فين اليونت بتاعتنا بعنوان homes in Egypt اتفقنا مع بعض ان احنا هنتكلم عن الهومز اللي قدامنا ده لو انا عايز اوصف الroom بتاعتي القودة بتاعتي او البيت بتاعي عاوز اوصف ان حاجة جنب حاجة حاجة في النص حاجة متعلقة على الحيطة ده مفيد جدا لانه اولا prepositions هتساعدني جدا كمان لما يطلب مني ان انا اعمل writing اكتب عن my home اكتب عن my living room هيسهل علي كتير تعالوا نبدأ مع بعض نبص على اول picture ونقول على اليمين في السرير بتاعي وكمان جنبيه الداسك بالقرب منه طيب هخلي بالي ان هي مش in مش at مش اي حاجة تانية هي on picture number two on the left there is my sister's bed اما بقى على الشمال موجود سرير اختي كمان قلنا on يبقى on the right وon the left picture اللي بعدها in the middle of the room there is an arm chair اما بقى في نص الاوضة في arm chair خلي بالي in the middle of عدين في الاول واف في الاخر وفي النص كلمة middle اللي هي معناها في النص اخر picture on the wall there are lots of posters of animals اما بقى على الحيطة في posters او صور كتير للحيوانات كمان on the wall خلوني يلخصلكو الدنيا كده يبقى انا عندي on يجي معاها ايه يجي on the right on the left on the wall اما in هي in the middle of نروح دلوقتي للجزء التاني في اللانجوش فوكس بتاعنا النهاردة وهو prefix on خدنا قبل كده ان prefix هم group of letters بيجوا at the beginning of the word هما مجموعة من الحروف بيجوا في بداية الكلمة زي ما كده هفكركم بحاجة قديمة شوية خدنا prefix re زي ما اقول remake redo معناها to do something again re هنا ال-re دول prefix جات في البداية ومعناها again اما هنا عندنا prefix on on برضو هيجي في الاول بما انه prefix بس هنا it will give the opposite meaning هيديني المعنى المعاكس لكلمة لان on لوحدها معناها not زي الاكزامبل ده كده he is unfriendly معناها he is not coined يعني he is not friendly فon على طول كده معناها not على طول تديني opposite meaning تعالوا نشوف نشوف كده شوية examples بال definitions unfriendly unfriendly معناها غير ودود معناها not coined to someone يعني مش عندوش مشاعر طيبة أو غير ودود تجاه شخص ما uncomfortable يعني حاجة غير مريحة something that doesn't feel nice to sit on or wear on your body uncomfortable دو دي ممكن تبقى حاجة مش مريحة وانا لابسها أو حاجة مش مريحة وانا قاعد عليها unlucky يعني غير محظوظ something bad happens to you without a reason يعني غير محظوظ يعني حد ما عندوش حظ يعني حاجة سيئة حصلت لي ومش لازم يكون ليها سبب unsafe معناها غير آمن وقلنا on معناها not طيب حاجة not safe غير آمنة هي هي نفس معنى كلمة dangerous unhappy معناها غير سعيد يعني ساد خلي بالي من الميني لأنه ممكن يجيب لي في مثلا read and match أو choose الميني نفسه unfair يعني غير عادل لأن fair لوحدها معناها عادل والميني بتاعها something that happens that isn't morally right or fair يعني حاجة حصلت غير أخلاقية أو غير عادلة أما الجزء الثالث عندنا في الانجوش فوكس بتاعنا النهاردة هو لما نسألتكم did you do your homework yesterday أنهي تنس ده ده past simple tense زمن الماضي استخدموا حصلت في يوم من الأيام زي لما كان عندي تسعة سنين أنا زرت صديقي طب واستعملوا إمتى كمان something that happens several times in the past مش حاجة حصلت مرة واحدة لأ several times مرات عديدة in the past زي we went to Alexandria every summer كنا بنروح اسكندرية كل صيف بس أنا عرف أن every دي key word تحقيقي بس لو أنا بتكلم في زمن لكن أنا بقول أن دي حاجة حصلت وخلصت وخلاص ما بقيناش كل صيف بنروح اسكندرية فأفري هنا تحولت أن أنا بتكلم عن حاجة حصلت several times in the past وساعتها هستخدم ال past simple بستخدم إمتى كمان something that was true for some time in the past حاجة كانت وهو طفل صغير كان بيحب يلعب الباسكتبور وأخيرا بستعملها مع ال expressions اللي بتيلي مع كلمة ago ago بمعنى فات أو ماضي زي example I met her in Aswan three years ago أنا قابلتها في Aswan من ثلاث سنين فاته أنا كده عرفت ال use بتاع past simple بستخدمه إمتى طب الفورم بتاعته بقى الفورم بتاعته إحنا regular verbs إحنا متفقين إنهم هيبقى آخرهم D or ED or I ED دلوقتي نتكلم عن regular verbs في affirmative sentences يعني affirmative affirmative يعني جملة مثبتة ما فيهاش نفي زي كده ال example اللي قدامنا I helped my mom yesterday أنا ساعدت ماما مبارح دي جملة affirmative وجملة في past help the regular verb وyesterday ده الكي ورد اللي بيدل على past طب إمتى أحط ED إمتى D إمتى IED أول حاجة أحط ED في معظم regular verbs في نهايتهم زي share past تاعها shared أما D بحطها إمتى بحطها لما يبقى أصلا regular verb آخره E زي move ده regular verb وآخر E هتبقى moved زودت بس LD أما IED بزودها في حالة لو regular verb انتهى بY وقبل ال-Y كان في consonant letter يعني حرف second إحنا عارفين إحنا عندنا خمس حروف vowels هما A E I O U الباقي كلهم اسموهم consonant letters زي example try بمعنى يحاول الباسط تاعها بقى شلت ال-Y وحطت بدلها I E D أما بقى irregular verbs هما كلهم They are different We have to study them and we have to learn them دول ما لهم شرون ولدول لازم أذكرهم كويس جدا زي ما أنا عندي example زي come بمعنى يأتي الباسط تاعها can eat يأكل الباسط تاعها eat go يذهب الباسط بتاعها went no يعرف الباسط بتاعها new meet يقابل الباسط بتاعها met tell بمعنى يخبر الباسط بتاعها told أما set بمعنى يجهز تفضل نفس الشكل هي هي وعشان كده هي irregular هتبقى set زي ما هي هنروح دلوقتي بقى لل-negative statements كل اللي احنا تكلمنا عنه ده في affirmative statements يعني الجملة المثبتة وهنا الرول واحدة سواء regular verb او irregular verb ايه هي الرول او ازاي بعملوا subject الضمير اللي عندي او الفاعل plus didn't استغمت verb to do في الباسط هيبقى didn't plus infinitive لازم 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 اجيب infinitive بتاع الverb اجيب المصدر منه سواء هو regular او irregular مش هتفه انا كده كده هرجعه للمصدر بتاعه زي example we didn't go to school yesterday احنا مروحناش المدرسة مبارح ماينفعش ابدا اقول we didn't went to school yesterday لان ده غلط جدا ومنافي للقاطة هننتقل دلوقتي لجزء questions ازاي اعمل questions باستخدام past simple هنبدأ بعض بال yes no questions yes no questions احنا عارفين ان اجابتهم هتبقى ياما بyes ياما بno هبدأ بمين هبدأ بال helping verb الverb اللي دايما كده بيتطوع وبيجي ساعدني طب في زمن past بيبقى مين بيبقى did يال form did plus subject plus infinitive يعني هستخدم did بعدها subject او الضمير او الفاعل الموجود عندي وبعد كده infinitive المصدر وبكمل بقية السؤال عندي اجابتين زي ما في الاول قلنا did you do your homework ممكن حد يقول yes i did وممكن حد يقول no i didn't كمان هنا عندي ممكن طريقتين اجاوب بيهم سواء بنعم او بلا ابدأ بyes يجي بعدها subject وبعد كده did اما no يجي بعدها subject وبعد كده didn't ودائما نفتكروا ان no اختها هي not الاتنين شطها بعض الاتن بيبدأوا بلاتر ان مينفعش اقول no مع did ابدا تشوف مع بعض الاتجزامبل did you travel to alexandria last friday هل انت سافرت اسكندرية الجمعة اللي فاتت عندي did وعندي last كل ده بيقولي ان دي احنا نتكلم في yes i did عملت ايه استوضمت yes بعدها subject بعدها did طيب الاتجزامبل اللي بعده did he play football yesterday هو لعب football مبارح وانا شايفة الصورة قدامي واحد بيلعب بالجيتار هقول no he didn't no وفين subject اللي عندي عندي he يبقى no he وينفع اقول did ولا didn't طبعا didn't اوعو اوعو لازم no لازم كمان اشوف not معي كده اتكلمني عن yes no questions طيب لو انا عايز اتكلم عن ال questions اللي ه هتبدأ ب words word اداة استفهام طيب هعملها ازاي تعالوا نشوف مع بعض question word قدت الاستفهام او wh word بعدها did بعدها subject و infinitive انتفقين مع بعض ان infinitive هو المصدر واكمل السؤال هجاوب ازاي انا مسلا بسألك انت نمت الساعة كام مبيرح انت رحت فين مبيرح هنا مفيش yes و no هنا في معلومة انا هديها الانسر هتبقى ازاي هستخدم subject بعد كده هجيب past على طول بتاع الverb يعني هنا مش هنزل did لا طبعا هنا مش هنزل did هنا هجيب past form بتاع الverb اللي موجود عندي في question وبكمل بقية الايجابة بتاعتي زاي when did snow امتى نزلت تلك عندي did وعندي snow يعني نزل التلج من يومين فاته نرجع مع بعض احنا تكلمنا مع بعض النهاردة في ايه تكلمنا مع بعض النهاردة في language focus اول جزء تكلمنا في telling where things are تكلمنا مع بعض عن on the right on the left in the middle on the wall وجزء التاني تكلمنا في عن prefix on بمعنى not زي unfriendly يعني not coin اما جزء التالت تكلمنا فيه النهاردة تكلمنا مع بعض عن past simple استخدم past simple امتى past simple حاجة انا عملتها زمان او حاجة كانت متكررة بعملها كتير زمان حاجة كانت حقيقية لوقت معين في الماضي وكمان اي جملة هيجي فيها كلمة ago بكونه ازاي مع regular verbs هحط subject بعديها regular verb وفي نهايته d or ed or i ed اما irregular verbs فانا لازم اذكرهم كويس جدا طيب بالنسبة لل negative sentences سواء regular او irregular subject بعديها didn't plus infinitive كمان اتكلمنا مع بعض عن yes no questions والform بتاعتها did plus subject plus infinitive اما الانسر عندي طريقتين طريقة yes نقول yes plus subject plus did اما no no plus subject plus didn't طيب والwh words او الwh questions هعملها ازاي نفس الكلام هو هو بس بيزيد عليها الwh word في البداية هستهضل الwh word بعديها did بعديها subject بعديها infinitive تعالي نروح مع بعض الوقتي للactivity time والactivity time بتاعنا هو read and choose the correct answer هنقرأ وهنختار answer واحدة فقط number one i don't didn't doesn't wasn't visit paris when i was a child احنا بتكلم في انهي tense ركز كويس جدا جدا لان فيه اكتر من اجابة ينفعوا في الاخر خلص بيقول when i was a child يعني لما كنت صغير يعني حصل وخلص خلاص وانتهى كمان عندي was في past اهي يبقى مش هنفع اختار don't ابدا اهي ممكن يجي معاها don't طبعا ممكن بس ده في present احنا هنا بنكلم عن past يبقى الcorrect answer هنا هي didn't number two unhappy unlucky unfriendly unsafe means dangerous هنا كلهم كلمات بدئين بpreفكس on اللي معناه not فاكرين وإحنا بنقرب definition زي ما قلتلكو خلي بالكو من المينيج لأنه هيجي يسألنا عنه ايه الوحيدة اللي فيهم اللي معناها dangerous هي unsafe number three i meet met meeting meets her two years ago expressions with ago بستخدم معها past simple نرجع تاني كده للchoices عندي meet met meeting meets الوحيدة اللي تنفع هي met number four there is a bed in on four about the right of the room فاكرين اما لخصنا الدنيا مع بعض قلنا the right with the left with the wall بيجي معهم preposition او حرف جرئي بيجي معهم preposition on the middle هي اللي بيجي معاها in يبقى correct answer هنا هي on اعتقد ان الدرس النهارده كان سهل ولزيز وإحنا قسمناه كده بطريقة تخليكوا ان شاء الله ما فيش اي حاجة صعبة توقف قدامكم فيه ترجمة نانسي قنقر